اهلا وسهلا بكم مجددا وصباحكم يوم الاحد الماضي قبل يومين كان هناك عيد الاب صدق او لا تصدق انه كان في عيد الاب لكن كثير من الاباء ما شعروا بهذا العيد او ربما ما حدا حتى تذكر يعني فضلا عن الهدية ما حنوصل لموضوع الهدية لكن مجرد المعايدة لم تكن من حظ كثير من الاباء وهذا سيكون موضوع سؤالنا التفاعلي في فقرة التالية لكن الان عنا معنا عبر الهاتف الاخصائية النفسية والتربوية ضيفتنا العزيزة علاش حادي سحي صباحك انسي علا سحي صباحك استاذ ذكر عام وانتو بخير ما تقولوا ما حدا عايق انتو بخير الحمد لله انسي علا فعلا دائما نحن المرأة تشعر نفسها مظلومة في المجتمع لكن لا لا حظنا نحن طبعا من جديد نحن من جديد عرفنا انه في عيد اب وبعد ما عرفنا كمان حسينا انه العيد مثل ما بيقولوا لا طعم له ولا رائحة ولا لون يا ترى ليش يعني سؤال المطروح ليش بتم تهميش عيد الاب في مجتمعاتنا يعني ما سمعنا حدا بيهتم فيه يعني هلأ في ناصر تجيب تقولك انه هذا العيد مخدرس وهذا العيد جديد وابدا هذا العيد جدا قديم يعني عيد الاب هو قديم كان منع زمن البابليين بعدين يمكن كان انتشاره اكتر بالعشور الغسطة سواء بامريكا اللي كان اول سبب اقانته بهذا اليوم منعنص مدرسة كانوا نستكتوا بالكنيسة انه بريد الام ففجأة هي اتذكرت انه هي امه توافتة ووالد صدي تأسية فقررت انه طالبت انه تبقيت ما تحتكوا بعيد الاب نظرا لانه طمعين ينسير فيه اعضاء بيقوموا بدور خليني لكم واضي لدور الام اذا ما كان احيان ببعض الاحيان اكبر وبعيدا عن اللي ممكن يقلنا انه هذا العيد ما هو من الدين الاسلامي او مو من عاداتنا تقاليدنا ففي جملة اعياء طراحة ما هي من الدين الاكتران ولا هي من عاداتنا القديمة يعني عيد الام عيد الطبولة بالترايات نحن نسمع فيه ومع كل هرات نحن نحتفل فيه ونعطيه حقا يعني عيد الام اذا مرى اللهم اللي قل ما قاله ولم يحتفل بالام يعني بصير سعال ومشاكل تقوم الدنيا ولا تقعد بتلاقي عم يزهز له من قبل البوقت والاولاد مثلا بتلاقي اذا حتى الاهضاء او الرجال ما لا نستميه للموضوع فمجرد وجود ابناء هنا تكون المحرض او التافع السبب الرئيسي انا بلاقيه صراحة انه هو ثقافة شعوب يعني نحن تعودنا انه الرجل دائما هو القوي ممكن يكون انه هو فيه احترام وقار ولكن هو بعيد عن مسألة الاحتصال والهدايا يعني هاي التربية اللي نحن تبقين عليها انه هو الهيبة وما لدي حاجة لخليني قللك لهاي المشاعر طبع انه انت تصهر المحفظة والعطف واني اضافة لانه خليني اعثرت بشغلة انه نحن نحتمل متحمل عطمان الزدء الاكبر من المسؤولية يعني متل ما انتي بيوم عيد الاول بيحتفل مع اولاده بيساعد معه ليش في كده ما غلط انتي بهذا اليوم من عاداتنا ومن عاداتنا من ديننا والهكي انه موجود هلأ يعني فالواحد خليه يكون منصف يعني يا بتحتفلوا كل الاعيار يا لا تحتفلوا ومو غلط هو ما كن حبين بهذا اليوم انا ما يعني لك انا محفظ بهذا اليوم انه تقليل مثلا طب اختاروا اي يوم تاني اي عائلة يوم بان في انت ما بالتكية وهيكي عملوا له مثل انه اه عقد جلسة صديرة مع اي اه والله نحنا مقتني جهدك ونحنا ممكنين الزهوط اللي انت عم تعملنا ياها يعني سواء فيديها او ما فيديها يمكن هذول الكلمتان اللي سنقول وقفة مع هالأبي اللي هو خلنا نقول العمود الثقري للميزر يعني والدول فما تكونوا تتقيدوا بهذا اليوم بتاريخ معين اصلا على فكرة في كتير دول تحتفى بتاريخ مختلفة حتى عيد الام بالمناسبة هلأ بتركيا احتصالوا غير عن البلدان العربية صحيح فيها السكان لو انتوا جيبوا يوم ونحطوا وعدوا يعني كريمي للك تغني كمان هلأ اما كان عيد الارض احيانا حتى عيد ميلاد مثلا رجل دوج ارب اخ في كتير من الاحيان بمر مرور الكيران يعني بينما اذا كان مثل اول سابق لا استحضيرات وزير تهيض بنهاية قاصتنا نحن اللي شوي بسته تضبيط انه رجل معناته هو ماله بحاجة لهي المشاعر ماله بحاجة للعطف ماله بحاجة لهي المشاعر الرقيقة نحن مفهومنا انه الانسة دائما هي اللي بحاجة لهي الامور قام العلم بالعكد الرجل بشكل عام اخ طبيقه بحاجة لكلمة يحسي انه انت عم بتقدر هذا المجهود اللي عم يقدمه دعوني زعملنالون يوم بالسنة يلا يعني كل ملتة حلوة جميل جميل يعني انا ما عم حبيت اقطعك لانه حقيقة مستمتع بالكلام مو لاني ابلأ يعني بس حقيقة كلامنا صحيح الا رجل بس كلام يعني يعني هو في نقطة مثل ما تفضلتين نحن نناقش الان بعيدا عن وجود العيد كعيد وموعده والتقليد لا نحن عم نناقش انه بالذات خلينا نقول لي من يحتفل بعيد الام بالضبط متل ما تفضلتين يعني من لا يحتفل باي عيد تمام هذا اختياره فما في مشكلة بالعكس اما هي الفكرة انه هي التفريق بهذا الشكل وقفتي عند نقطة مهمة جدا يعني عللتيا انه هو احساس مجتمع انه هذا الرجل باعتباره هو الكائن القوي في المنزل فهو ما بحاجة لهذا الامر الى اي مدى الى اي مدى الرجل برأيك يعاني من هذه الفكرة مو بس كعيد كفكرة انه هو اللي دائما خلينا نقول اللي لازم يكون قوي دائما ما بصير يظهر ضعف ولا امام ابناء ولا امام زوجته بالشغل بدي يكون قوي بالبيت بدي يكون قوي الى اي مدى هو يعني الرجل يتعب من تظاهر بدور القوي دائما هو بالنهاية انسان اكيد له نقاط ضعف واكيد هو بيحتاج ايضا لمن يشعر به هلا هاي انا عم بقلك الاتف الشديد ليش عمقول انه يسترجع ثقافة شعوب ليش يعني بعيد ان شاء الله عن كله اللي عم يسمعنا يعني لماذا الرجل او الرجال بشكل عام هن اكثر عرضة الامراض القلب والامراض العصادية لانهن مطالبين على طول يتحمل الضغوط اللي هي فوق الطاقة يعني بالنهاية هدوله بشار وهي الضغافة المظلوطة طبعا انه الرجل ما بيصير بيظهر بعض ما بيصير يتعب ما بيصير يقول انا اتعبت نعم بصير يبكي طبعا انه رطيف لا هاي منسية يعني حسنا بس انه حتى ممنوع هو يقول انه انا اتعبت او انا امر بأزمة يعني لكي رم العائلة بتاعي مهما انصار مع الرجل بالخارج قلنا مع قلية اللي بيوعد بيستاقط مع زوجته او مع اولاده انه انا مارر هالفترة بظروف معينة انا بحاجة مساعدة من جميع الاطراف هذا السبب يمكن بتلاقي بالبلدان الثانية يعني مثلا فينا نقول اللي هي الثقافة نوعا ما عندها مختلفة يعني بصوصا اذا كانت في توازي بالعمل حتى بمجال العمل بين الرجل والملأة فبتلاقي لهاي بتقول له مثلا انه انا اليوم ماريت بظروف كذا وهو ايضا متاح له انه يشكي يقول هو شو مشكلته او وبرجع بالله يعني انا ما بدي قاتل حانا نحن من المدبوئية كنيسة مفتوض واجبنا ما عمنا نكون في اخي الزوجة ام المفتوض ابني المفتوض بي كلمة بين الفترة والتانية اه حلو تحكي فيه ان انت يقضي مقدرة هذا التعب الضغط بي عليه مثلا يعني الظروف اللي نحن من نمر فيها الظروف قاسية هلو الواحد يشكي كلها حلوة ما عليش بأزمة بثمره اه لو هو ما ختم يعني مثل ما نحن مثلا كتير احيانا انت تسمعي اذا كنتي تعباني او مرضاني تمام الله يعطيك العاصر طولي باي ثلاث ممكن يجيني يقصنا من النساء يقول لك لا هنين كمانا بيقدروا تعبنا ما بيقدروا قديش نحن منشتغل برا بس ما عليك خلينا نحن عالطول نحن منقول انه الجنس الرقيق واللطيف والناعم وإلى آخري هاي المثميات المنطفقة على امسنا طب ما عليش يظهرون له هاي التسمية ورونها قديش فعلا انتو بتتحملوا هاي المشاعر وانا اليوم صراحة يعني بخلالكم انا واجهة دعوة لكل النساء مهما ان كانت في فتاك مو غلص ابدا مو عيد ابدا انه انت اه ما بتكون هذا اليوم انا مو مع انه والله انه لانه بتقلد او لانه بيتبع نوم معيا ولكن هيك عادي بينك وبين حالك اليوم مثلا وتفي مع الاولاد مع اخواتك انه طاعوا هيك عملنا شغلات بطيطة يدخل بابا زوجي اخوكي وحسسوه هيك بهي المطافة يعني انا صراحة يرجع تها الفترة انه اه مرأة ومع مهتونا مرأة ومع حسينة فيه والله كان اليوم عيد الاب يعني كيف هي الكلمات اه موجودة في بعض اللفتات اللي صارت السنة الماضية ما بعرف هذه السنة ما شفت شيء مماثل بس السنة الماضية كانت تصير احيانة على مستوى البلدية او على مستوى كذا يعني يكون فيه لفتات من ابناء تجاه اباؤهم على مستوى خليقول يعني تحت الاعلام بس مفاجأة للاب هذه اللفتات جميلة مثل ما انه بغض النظر عن مناسبتها بس هي الفكرة نحن نريد ان نستغل المناسبة للتركيز يعني يعني بمعنى الامتنان لدور الاب برأيك الاب نفسه كم بيتحمل من مسئولية يعني خطأ خلينا نقول بيجعله عرضة لهذا خلينا نقول التهميش هل مثلا تقصيره مثلا في المشاركة في تربية الابناء ممكن تكون سبب من هذه الاسباب؟ أبدا يعني في كثير اعباء صراحة لهم الدور المساعدة خصوصا نحن هلأ بهذه الانتكارات الحالية وفي وجود بلاد غربية يعني يمكن اول كنا نقول الآب دوره مثل ما قلت يعني فقط مختصر بلا البيت أما هلأ حاليا انت عم تلاقي عم ياخد على المدارة إذا فيه طبيب عم بيساعد فيه آباء عن جد وفيه رجال هلأ مشاركين خطيطين للمرأة فإذا المرأة عم تشاعد يعني نحن خلينا شوي ما نكونوا مختصين ما السبب انه لأنه هنن والله ما عم بيشاركوا أو كذا بس يمكن هنن كمان ما عم يحاولوا يفرضوا هاي البنات يعني مثلا الام قبل عيد الام بالتاقي يمكن قبل بطنوع وقبل بشهر وهي عم تقول باليوم الفلاني في عيد الام أنا رأيي بلا ما عملوه بالبيت خلونا نطلع برا يعني نحن عصر مشاغب شوي متذكر ايه يعني هو الرجل ما بي في الغالب لا يستسير انه يعني هو تذكروا بمبسط بس ما حيستسير انه هو يبادر يعني ذكر يا جماعة جبه يعني لازم تاخدوا حقا هيك تفرضوا هاي نصيحة مناسبة لجميع الاباء يعني انتوا حاولوا امكن هكي اه اه تطعونا هاي الاجتماع او شي طبعا اه اه اكيد اكيد لا دور الاب ولا دور الام يختصر بيوم ولا ولا يمكن بأشهر والكريماك الام فينا بس هو مكل ما قلنا بجملة هاي الضغوطات والازمات اللي نحنا عم نمرق فيها عم جد كلنا بحاجة لكلمة حلوة صحيح والرجل بالمناسبة بحاجة اكتر بكتير من المرأة ليه لانه المرأة بطبيعتها بيثقع فتنا متعودين نقول نحنا تعبنا متعودين نسكي متعودين نشكي متعودين نشكي اما الرجل بيثقع فتو الا قلنا ما قل على فكرة اللي بيقول انا والله متدايق من الظرف الفلاني بيكابر بيكابر صحيح اه تماما بيكابر فمالش هالفترة هاي تحديدا اه حلو نحنا نحصلته اه بهذا الاستمام يعني يعني يحلو نحنا بالعكس اللي نفرض هالاهتمام عليه لحتى شوي شوي بيشعر بغرب انه انا هذا من حقي يعني فيه رجال اللي شو احتفال شو اعمل بيحسوا حلو هنه اكبر من هاي المواضيع يعني عرفتها اليه كيف فلما نحنا بنعمله شوي شوي بالعكس هو بتاقلمه مع هذا الوضع يعني بالزاح هلا الشباب اللي صغار اللي هنه مقبلين على الحياة الابوية الجديدة فانا نصيحة للكن انه بالعكس اه اه عاد انت وزوجتاك وفاهم انت وياها وطلب منها انه ان تي اه معنش اه اه بيوم اعدي انت والاولاد وانا اليوم نعمل مفاجئة لبابا مثلا ازراعوا هاي الاكتار بيعقول افطالتن يعني خلونا شوي نطلع من هاي الثقافات الاديمة والعادات الاديمة لأنني أريد أن أقول لك ما شاء الله ما شاء الله نحن فتحنا على كل شيء ومفتحنا على جويع الأعيان وفيه أعيات ما أنقل الله فيها من سلطانهم نجي عن شغلات فعلاً جينة يعني لفتاة تربوية مهمة صحيح تماماً 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 بتنسل تراح ومطاعات وفتاة في الأسرة ومن إسراءها أستاذ علاء هذه حزة النمو من عادة يعني يعني نستعلم نعم نعم هذه كمان الفكرة الغلاثة جميل جداً يعني هو الوقت تداركنا بس أنا بدي أسألك ولو في دقيقة لأنه الموضوع قد يكون ضخم بس هيك في دقيقة أو دقيقتين الكثير أحياناً الأسرة عم تكون الأب إما في سفر في غربة في بلد آخر أو يعني لا سمح الله بيكون أب متوفي الأم ماذا ستفعل لكي تعوض عن غياب الأب أنا لما بيكون الزوج مسافر أو غايب عني بأي سبب ما المفروض بالعكس أنا علي حمل مضاعف يعني أنا هلأ صار في أنا على طول بقول لهم هلأ ما عم يكون عزب بتفتحي كاميرا بتقعي طريقة حتى هلأ الهدايا صارت عم تصل من بلد لبلد هي اللي حابب كثير يعني يفضل جهد أما لماذا يفضل جهد افتحي الكاميرا اجتمعي انتي والعائلة بالعكس قدرتها بصفة حلوة نحن سأب أدنالك نحن حاسين بغيابك قدأ انتي إلى الدور العظيم قدأ انك انتي يعني نحن مستفق يلا بكرة تليه اللي عنا بكرة تليه لها بكرة نحن هيك على التريفون أما في حالة قدر الله غياب الأب فالصراحة هي ضروري يعني الأم تمنطب مع أطفالك تحكينا عن هذا الرجل مثلا العظيم يعني أديه هو تحمل أديه هو فهو لكن شاءته الظروف وتوفى فمثلا أحيانا بيكون في سبيان موجودين داخل الأسرة بكرة انتي مثلا اللي حتستع لح تكمل مشوار اللي بدها بابا بديها تكون مثله حنون وقوي خلينا نزرع بقعور السلطان السبيان انه انتي تترافق المستين الحنية والقوية ما يعني انتي رجل انك مجرد من الحنون سيد البشر والرسول الله عليه وسلم يعني كان يمثلك من الحنية ما تفوق البشرية كلها جميل جميل ما معنى انك رجل انك مجرد من المساعر والعقل بالعكس انت مطالف فيها لانك انت عندك قدر انك تتوجهها بشكمة العقل فقدس تكون جميلة جميل جميل وهون ذكرت بيت الشاعر الذي يقول لو امطرت ذهبا من بعد ما ذهب لا شيء يعدل في هذا الوجود ابا الله يسعدك استاذ علا حقيقة يعني اضاءات كتير جميلة وكلام كتير هيك يثلج الصدر لكل اكيد الاباء اللي عم يسمعونا بتمنى لك كل الخير وكل عام وكل الاباء وكل الامهات وكل الاسر والاطفال بألف خير بإذن الله شكرا شكرا أهلا وسهلا حبائي المتابعين نخرج الى فاصل قصير ثم نعود الى سؤال التفاعلي وهل شعرتم بعيد الاب بعد الفاصل اشتركوا في القناة